بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الرابع من الفصل السابع لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن ديسك سكيدولنج الجرس مجديد اسمه Shortest Seek Time First تعال نشوف مع بعض زي ما اتفقنا مع بعض Shortest Seek Time First سكيدولنج الجدولة دي يا جماعة بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انه دايما الهد بيتحرك على أقرب نقطة له في الطبور. يعني ايه؟ يعني عنده نقطة معينة الهد واقف. لما يجي يخدم الطبور اللي قدامه يتحرك على أقرب نقطة له. طيب نشوف الكلام ده بمثال اوكي نشوف الكلام ده بمثال لسه احنا برضو وقفنا عند الهد عنده نقطة ايه؟ 53 وعازين نخدم الطبور اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت وقلنا ايه؟ الكيوب بتاعنا 98 187 124 165 طيب برضو بمثل الطبور عندنا على خط الاعداد. ومثل تنساش كمان تحط على خط الاعداد 53 اللي هو نقطة بداية الهد. طيب تعالوا نحقق القعدة. القعدة بتقول ايه؟ بتقول واحنا وقفين عند الهد؟ هنتحرك لأقرب نقطة له في الطبور. مين أقرب نقطة له في الطبور يا جماعة؟ 65 يبقى فعلا نتحرك نروح لـ 65 طيب مين نقطة الأقرب له برضو في الطبور وهو وقف عند الـ 65؟ صح؟ 67 نروح له نروح لـ 67 طيب هو عند الـ 37 معايا يتحرك يروح فيه من أقرب نقطة له الـ 14 ثم يروح للـ 98 أقرب نقطة له دلوقتي 122 124 والـ 183 يزن فهمنا يعني ايه لوقتي؟ أقرب نقطة له وقفة فين؟ في الطبور أنا كهد أتحرك لها طيب اتحركت على النقطة أروح لنقطة اللي بعدها وهكذا الأقرب فالأقرب فالأقرب جميل طيب نحسب بقى أقرب نقطة في السلندر التي اتحركنا عليها المسافة كلية لنحسب مجموع المسافات المسافة من هنا إلى هنا كام زائد من هنا إلى هنا كام زائد من هنا ونحب نتحرك نجمع المسافات الهماس بنا لو احسبه المسافات التي امتى هنلقى أن تجد تحرك المحاولة عن 236 سلندر لو جاءت تلاحظ المرة اللي تحدث كان العدد كام. فاكر صح في الفرس توكم فرس سيرفز كان 64 سيلندر. دلوقتي احنا تحركنا على كام على متين ستة وثلاثين بس اذا الوقت قل طبعا قل. مش كده. اه يبقى اذا الاداء هنا في الوقت ما ليه اعلى. مش كده ولا اياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.